المصالح المشتركة المصالح المشتركة المصالح المشتركة المصالح المشتركة المصالح المشتركة كان مرتبط ارتباط أساسي بإيجادنا تفاهمات تعالج مصادر قلق ليس فقط المملكة العربية السعودية لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية المحادثات التي تمت حتى الآن أستطيع أن أصفها بإيجابية لكن لم تصل إلى النتائج المرجوة بعد وكان للعراق دور هام وأساسي في دفعها إلى الأمام بشكل يجعلنا نستطيع أن نستمر في هذه المحادثات ونأمل أن نشهد بعض التطورات الإيجابية في المستقبل لا أريد أن نستقبل الأحداث لكن نحن من جامد المملكة ملتزمون بالبحث عن تفاهمات مناسبة ونتطلع إلى أن يكون الجيراننا في الإيران بنفس هذه الروح ونتفائل بذلك ومثل ما قلت الجهد الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء العراقي وفريقه مع الوزر الخارجية في مساعدتنا على إيجاد هذا المسار إيجابي مهم جداً ونثني عليه الحقيقة شكراً صحيفة عرب نيوز قطية خاشقجي قد تمت مناقششها لكن اسم سعودي ذكر عدة تفاصيل عن تلك الحادثة ونرغب بأن نسمع رأيك ماذا حدث بالضبط بالطبع على الرئيس بايدن فيما يتعلق بقضية خاشقجي بأن تلك الجريمة حدث مؤسف وهو شيء أن اتخذته السعودية على محمن الجد وعملت وفقاً لقانونها على تلك القضية وهذا خطأ يحدث في أي دولة من ضمنها الولايات المتحدة حيث قامت ارتكبت الولايات المتحدة أخطاءاً واتخذت إجراءات لمحاسبة المخطئين ولمعالج تلك المشكلة كما فعلت المملكة وتتحمل أو قد اتخذت السعودية الإجراءات المناسبة لتلك المشكلة وذكر ولي العهد بأن ننتظر من الولايات المتحدة أن تتعامل مع مشاكلها بنفس الطريقة التي عاملت معها السعودية وجميع المشكلات التي تطلب حلاً وكانت هناك مناقشات حول القيم ونحن في السعودية نحترم حقوق الإنسان وهو من أساسيات قيمنا وبالتأكيد أن القيم أن القيم يتم مناقشتها من خلال الحوار ومحاولة فرض القيم لن يكون له نتائج إيجابية بل العكس تماماً والطريقة الصحيحة لمناقشة القيم هي إظهارها للناس واحترام قيمك وقيم الآخرين وإن كانت قيمكم صحيحة ومقبولة من الجميع فبالطبع سيتبنىها الجميع وقد كان ولي العهد واضحاً فيما يتعلق بذلك أن لدينا قيمنا الخاصة ونفخر بها ونفخر بقيامنا وإيماننا وأي دولة ترغب بالطبع تريد أن تحمي قيمها وأنظماتها ونحن فخورون بدولتنا وبقيامنا وفي حال رغبت الولايات المتحدة المعاملة التعامل مع الدول التي تعجبها قيمها فقط فستكون تلك القائمة قصيرة جداً وطريق السبيل الوحيد للعمل معنا هو احترامنا للآخرين واحترامنا للقيم للآخرين أيضاً أعتقد أن المحادثات كانت واضحة وأعتقد أن الرئيس بايدن رحب بتلك المناقشات أيضاً شكراً شكراً وماذا إذا كان هذا حقيقياً ما هي الرسالة أو المبادرة حملها أو عاد بها شكراً سمو الأمير شكراً طبعاً كلمة دولة ترغب الوزراء العراقية كانت معلنة وسمعتموها لم يكن هناك رسائل أو مبادرات طبعاً عراق مثل ما سمعنا في إجابتي على السؤال السابق منخرط في تيسير الحوار القائم بين المملكة وإيران لكن لم يكن فيما يتعلق بهذه القمة أي رسائل إما منها حملناها دولة الرئيس أو حملها دولة الرئيس لهذا القمة ترى عندنا وقت لا تقلقون مساء الخير سمو الوزير ويعطيكم العافية هناك سؤال على موضوع تكرر حديث أو الحديث عن الأيام الماضية وهو الاتفاق الدفاعي ومنظومة الاتفاق الدفاعي بين إسرائيل والدول الحاضرة اليوم هل هذا طرح؟ هل تم الحديث عن منظومة دفاعية سواء دعنا نقول في الجانب التقني وحتى تحالف دفاعي وإذا تم الحديث عنها هل يتختلف عن موضوع الناتو العربي بتحالف دول عربية مع إسرائيل عسكريا أم لا؟ شكرا لكم شكرا لم يطرح بتاتا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل هذا ما أعتقد أنه كان يعني ما أعرف صراحة من وين جت هذه الأخبار ولا طرحت ولا نقشت لا في القمة أو قبلها وبالنسبة لموضوع الناتو العربي لم يكن مجال حديثاً لهنا وهو الحقيقة لا يوجد شيء اسم ناتو عربي وهذا غير مطروح لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ تقريباً خمس سنوات فكرة تكوين منظومة الدفاع مشترك عربي يكون فيها رفع لمستوى التنسيق العربي فيما يتعلق بالأمن والدفاع وهو لم يكن مكان بحث في هذه القمة الحقيقة لكن هي لا زالت من الأولوية لدى المملكة العربي السعودية تطوير عملية التنسيق العسكري والدفاع العربي المشترك ورفعها إلى ما هو أعلى من القائم الآن لكن لم يكن في هذه القمة حقيقة مكان بحث مستر ماتيو مارتن بلومبرغ مستر ماتيو مارتن بلومبرغ مستر ماتيو مارتن بلومبرغ and what do the Gulf states want to see more of from the US? So oil petrius was not discussed on it. It wasn't a really subject for OPEC before that. At least the OPEC bus has responded recently to the US. And the oil petrius was not discussed on it, وذلك حسب معاييرهم أيضا تحدثنا مع حلفائنا في أمريكا بالنسبة للسؤال الثاني من المهم أن نفهم أن المنطقة نمت وتطورت لدينا علاقات استراتيجية مع شركاء عديدين وتبقى البلاد المتحدة شريكا وهذه القمة توضح قيمنا الاستراتيجية في هذه القمة وأن هذه الشراكة وفرت لنا العديد من المنافع في هذه المنطقة وأيضا لدينا شراكة قوية مع الآخرين حول العالم لذلك لا أرى أنها كتابة من محللين ومن كتاب وربما من مسؤولين عرب أيضا عن توتر عن خذلان عن برود إلى ما هناك من هذه التوصفات في إطار العلاقات السعودية الأمريكية في وقت سابق الآن عدنا نستمع إلى مصطلحات مثل شراكة استراتيجية قائمة منذ عقود وإلى ما هناك هل عادت المياه إلى مجاريها في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؟ شكرا شكرا نفسه قلت هي شراكة قديمة وقائمة ومستمرة شواهد استمرار هذه الشراكة وتنميتها حاضرة والاتفاقيات التي وقعت أمس والتعاون الذي وقع أمس ما أتى في يوم وليلة هذا كله يعمل عليه منذ أشهر وبتعاون وتنسيق مع أمريكا في النهاية هذه الشراكة قدمت للبلدين مصالح وفوائد كبرى ومملكة العربية السعودية بأهميتها في المنطقة لكن أيضا بدورها في مجموعة العشرين وبأهميتها في منظومة الاقتصادية العالمية لا يوجد لا عد فاعل إلا أن يحتاج التعامل معها والعمل معها وكان هذا قائما مع هذه الإدارة وإدارة سابقة يعني العلاقة مع أمريكا مستمرة ومضطردة لا أستطيع أن أتكلم عن برود سابق أو حاضر والنتائج أمس أعتقد تؤكد هذا يعني في مجالات التنسيق الاستراتيجي قائمة ونتطلع الآن لنبني على السبعين ثمانين سنة الماضية إلى ثمانين سنة من التعاون المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية صحيف ترائي الكويتية سمو الأمير رودنا نتعرف عن الطلب الأمريكي في شأن زيادة امدادات الطاقة والنفط وما هو الرد الخليجي بهذا الشأن شكرا لك شكرا بالنسبة للطاقة هناك منظومة أوبيك بلس قائمة وهي تعمل على متابعة أوضاع السوق والتجاوب مع احتياجات السوق ومناقشات إنتاج أوبيك بلس تتم في إطار منظومة أوبيك بلس طبعا نستمع لكافة المداخلات من أصدقائنا وشركائنا حول العالم بالذات الدول المستهلكة وهذا ما أخذ في الاعتبار لكن في النهاية أوبيك بلس لديها منظومة قائمة لمتابعة الأسواق وضمان إمدادها بما تحتاجه من الطاقة ورأينا حتى الآن أن هذه المنظومة فاعلة وتعمل بالشكل المطلوب سؤال أخير طال عمرك يعني حتى الاثنين ثلاثة ما في مشكلة تراغمي كرتون بأن لم تتم مناقشة خلال القمة الأمور الدفاعية ولكن هل ناقشتم مع دول الخليج التحالفات الدفاعية مع إسرائيل ضد إيران وهل تعتقدون أن الاتفاق النووي ودبلوماسية هي السبيل لإيقاف إيران لم تكن هناك أي مناقشات مع دول الخليج حول تحالف دفاعي ولم تكن السعودية ضمن أي من تلك المناقشات ولو كانت لكنت علمت بذلك أما فيما يتعلق في برنامج إيران النووي فالحل لذلك هو الدبلوماسية والحوار ويعود الأمر لإيران في حال كانت ترغب في طريقة دبلوماسية أم لا ونأمل ذلك وهناك اتفاق على الطاولة ونعتقد أن التحدث عن مشكلات أخرى هناك اتفاق بالطبع وقد يتم استخدام ذلك الاتفاق لنتكلم عن مخاوفنا فيما يتعلق بخطر البرنامج النووي الإيراني ونستمر بدعم الحوار والدبلوماسية لمعالجة مشكلة البرنامج النووي الإيراني معنا روسيليوم حيثوك روسيليوم يعني عندنا وقت سم حنجيكم حنجيكم أنا شايفك أنا شايفينك أنا شايفينك طب سمو الأمير حساس زيتوني من قناة RT روسيا اليوم أهلا ولي العهد في كلمة الافتتاح أثار موضوع إعادة الاعتبار لتفعيل الهيئة الدولية هيئة الممتحدة في مواجهة ومعالجة النزاعات الدولية هل هذا اعتراف أو تأييد ضمني لما هو مطروح دولي خاصة روسيين والصينيين بإنهاء عالم أحادي القطبية وإقامة عالم آخر متعدد الأقطاب شكرا شكرا الحقيقة نحن نؤمن بقوة في منظومة العمل الدولي والعمل المتعدد وندعم استمرار التوجه لحل كافة النزاعات والخلافات من خلال المنظومات القائمة طيب زملة من مصر نعطيهم المايك بس عشان ما يضايقون اسمه الأمير رولا مساء الخير على حضرتك وكل التحية ما الذي حصلت عليه الدول العربية في هذا الاجتماع المهم اليوم وأيضا المملكة العربية السعودية في اجتماع الأمس بين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وللعهد الأمير محمد سلمان مع الرئيس بايدن وهل علاقات السعودية الأمريكية عادت علاقة استراتيجية كما كانت من قبل قبل أن تحدث هناك بعض الأزمات خلال العام الماضي والعام النصف الماضيين وماذا عن الشعوب العربية التي تنتظر كلمة في البيانة التي سيصدر بعد قليل عفوا ما سمعت الكلمة الأخيرة هذه ماذا سوف ما الذي سيعود للشعوب العربية من هذا الاجتماع الذي تضمن ستة زائد ثلاثة زائد واحد ما بين الدول مجلس التعاون مع الدول العربية مصر والعراق والأردن زائد الولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن ثلاثة عشر مليون برميل الذي تحدث عنهم ولي العهد اليوم هل هو قرار جديد أم هو قرار قديم شكرا أبدأ من النهاية الثلاثة عشر مليون التي ذكرها سمو ولي العهد هذا الطاقة الإنتاجية القصوى التي ستصل لها المملكة وكان سمو العهد هنا يشير إلى أهمية أن يكون هناك استثمار مستمر في توفر مصادر الطاقة الإحفورية ريضها ما نصل إلى طاقات المتجددة يعني مصادر كافية من الطاقة المتجددة في المستقبل لنصل إلى تخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية ولذلك نحتاج مثل ما قال سمو العهد ناحجا متوازن في تطوير منظومة الطاقة العالمية للوصول إلى الحيادة الصفرية كلنا نعرف أن التغير المناخي يؤثر علينا ويشكل تعديد على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لكن لا نستطيع أن نضحي بنمو الدول الاقتصادي بالذات الدول النامية التي تعتمد على اقتصادياتها كثير من الدول الأفريقية والدول اللاتين الأمريكية والأسيوية لا تستطيع التحول السريع إلى الطاقة المتجددة ومسارها التنموي يتطلب الحصول على طاقة إحفورية بأسعار مقبولة ولن يكون هذا متاحا إن لم نستمر في المدى المقصير ومتوسط الاستثمار في مصادر الطاقة الإحفورية وفي نفس الوقت تطوير آليات مثل ما أذكر سمو العهد في كلمته آليات استفادة من هذه مصادر الطاقة الإحفورية بطرق نظيفة تخفف العب على الكوكب وعلى البيئة لكن إذا لم نستثمر الآن سوف نرى ارتفاع كبير مستقبلا في أسعار الطاقة لأنه لن يكون هناك طاقة كافية متوفرة نقولك المملكة تستطيع الوصول إلى 13 مليون لكن بعد عدة سنوات لن يكون هذا كافيا لأنه لن يكون هناك طاقة إحفورية كافية ولن يكون هناك بعد طاقة متجددة كافية وهذا سوف يرتب عليه مثل ما ذكر سمو العهد تضخم كبير أزمات اقتصادية يعود أثره بالمقام الأول على الدول الأقل نموا يعني نحن نتكلم عن أن التغيير المناخي ممكن يأثر على مئات الملايين من الأشخاص في العقود القادمة من ناحية ارتفاع البحر وإلى آخر وهذا حقيقي لكن في نفس الوقت لازم نستشعر أن حدوث أزمات اقتصادية وتضخم وارتفاع كبير في الأسعار يجعل مئات الملايين من الشعوب في البلدان الأقل نموا لا يستطيعون أن يحصلون على الغذاء هذا أيضا أمر إنساني خطير فلابد أن يكون هناك مثل ما ذكر سمو العهد نهج متوازن وهذه كانت رسالة من المملكة العربية السعودية على لسان سمو سيدي والعهد أننا نحن نعمل ما نستطيع ونحن نتصرف من أسئولية نزيد قدرتنا في النفط لكن أيضا نستثمر بشكل كبير في ظل رؤية عشرون ثلاثون في الطاقة المتجددة وفي الهيدروجين الأخضر فوسائل نقل الطاقة المتجددة كل هذا يعني المملكة تعمل مع عليها لكنه كان نداء من سموه أنه على العالم أن يعمل عليه هنا يعني يبد إشار أن هناك سياسات والتبع من بعض الدول تحد من الاستثمار في الطاقة الحفورية بل يعني تبغط على من يوفر لها رؤوس الأموال وهذا يعني باعتبار أن نعلق ناقوص الخطر أنه إذا استمرت هذه السياسات قد نسل في موقع من الأوقات إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة لأن الطاقة الاستير كباسيتي لن تكون متوفرة هذا هو الخطر الحقيقي الذي نخشى نعملا لا نصل إلى هذه النقطة لكن لابد أن نحذر منها بالنسبة لما حصلنا عليه أولا أعتقد يظهر جليا نضوج منظومة العمل العربي مشترك في هذه القمة الحقيقة يعني الدول العربية أصبحت الآن تتعامل مع ملفاتها بنفسها وتضع جندتها بنفسها وتحاور الجميع من هذا المنطلق وهذا في البيانة الذي سيكون واضحا وأعتقد كان واضحا أيضا من كلمات القادة كان هناك إضاحة أننا نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه ولدينا طموحات كبيرة كل القادة حقيقة يعني لما نركز في كلماتهم سموى سموى العهد أو جعل كلمات الأردن أو فقمت الرئيس السيسي حتى الدولة الرئيس والعراق سموى العهد الكويت ملك البحرين كلهم يعني سمعنا في كلماتهم هذا النهج أنه نحن نعرف ما نريد ونعرف أننا مسؤولين لتوفير حقيقة مسارات الإزدهار والنمو لمجتمعاتنا لا ننتظر أحد أن يحقق هذا لنا ونحاول العالم على هذا الأساس وكان هناك مبادرات مهمة أشير لها في بيان لكن هي ليست حقيقة مبادرة نابعة عن هذا المسار منها الربط الكهربائي بين منظومة الخليج وبين الممكة الشعودية والعراق هذا أمر عملناه بيننا الربط الكهربائي بين الممكة الشعودية ومصر الربط الكهربائي بين الأردن كل هذه المبادرات قامت بها الدول العربية استشعارا منها أن مستقبلها في يدها فأعتقد أهم ما يتبرزه هذه القمة نضوج دولنا ووصولها إلى مرحلة وضع ليس فقط أجندة المنطقة لكن المساهمة في وضع الأجندة العالمية حفاظا لمصالحها ومصالح شعوبها قناة ماكستان أكسلنسي إرشاد بتي بعد إعلان السماح باستخدام المجال الجوي بالسعودية وتمديد خطين طيران من مصر السعودية سعيد بهذه السعودية يتم إنشاء علاقات دبلوماية مع إسرائيل هذا لا يعني وهذا لا يقل أكثر لديم إتجابات بعد إلى إسرائيل الأشياء والفعلية وعلى التزامنا وفي أرى إعطائنا من المبادرات لا يعني أي خطوات أخرى. يوم أمس ذكر الرئيس جو بايدن والحكومة الإسرائيلية يرحب بقرار المملكة بفتح المجال الجوي لجميع الطائرات المدنية. هل تعتقد أن السعودية ستقبل بالجنسيات الإسرائيلية أن تذهب بأن تنتقل من المجال الجوي السعودي؟ نعم بالطبع جميع الطائرات من جميع الدول سيكون مسموح لها الطيران في الأجواء السعودية. سمو الأمير سمو الأمير نبارك لكم قمة نجاح قمة جدا الأمن والتنمية وهو نجاح لكل أم العربية الإسلامية. سؤالي بخصوص الملف اليمني. وكل أخوة سألوكم كثير من الأسئلة. الملف اليمني فيه هدن لمدة سنة. هل هناك خطوات الآن ستتخذ لإنهاء الملف اليمني ووضعه؟ نهاية لهذا الملف والتدخل الإيراني ودعم الحوثي بكل صراحة. شكرا طبعا هل هناك خطوات جادة؟ نعمل نحن من طرفنا نعمل بكل جد للوصول ليس إلى تمديد للهدنة لكن إلى وقف اطلاق نار شامل ودائم يفتح الباب لمحادثات سياسية يمني ويامنية تنهي الصراحة. هذا يتطلب أن يستوعب الحوثيون أن مصلحة اليمن في السلام مصلحة اليمن في الحوار مصلحة اليمن في جعل اليمن أولا ليس الجدات الإقليمية. بالنسبة لما يتعلق بإيران من ضمن ما سيكون في البيان هو إشارة إلى بعض آليات العمل المستحدثة التي تهدف بالتعاون الدولي لوقف استمرار تدفق السلاح الإيراني إلى اليمن وهذا عامل مهم لأن السلاح الإيراني جزء كبير من تأجيج أواصر الصراع واستمرار الاقتتال هناك فنأمل أن يتكاتف المجتمع الدولي يكون هناك مزيد من تكاتف لمنع استمرار تدفق هذه المنظومات والأسلحة إلى اليمن بما يسهم في الوصول إلى حل إن شاء الله دائم هناك. يمكننا أن نفعل واحد أخر. طيب. من موقع جيسن التحاد الأوروبي. طيب. 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 في المنطقة بالنسبة للأمن الغذائي اللي نوقش في هذه القمة كان في المنظور توفر الحبوب وضرورة فك جميع العواقع التي تسمح بوصول الحبوب إلى مصادرها وأيضا دعم الدول الأكثر تأثرا بأزمات الغذاء الحالي أو نقص الغذاء فكان هناك إعلان أمريكي في مبادرة معينة تستهدف المنطقة بمبلغ سيكون مذكور في البيان وأيضا تأكيد على ما سبق أعلنته مجموعة التنسيق العربي وهي مجموعة من عدة صناديق عربية حكومية أعلنت مبادرة بعشرة مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأفقر والأقل نموا للتعامل مع الأزمة الحالية بس أتفق أن التنسيق مقيم وهذا تحت مظلة الجامعة العربية هناك حوارات قائمة فيما كيف نستطيع نرفع مستوى التنسيق بين الدول العربية لضمان مستوى أعلى من الأمن الغذائي شكرا لكم سمو الوزير أنا أشكر لكم وأشكر صبركم وأعتذر من من لم أسأله أنا أعتذر بس أعطي بس سم نعطي واحد سم لخفين بس آخر سؤال لأنه بعد كذا لازم شكرا شكرا جزيلا سمو الأمير حقيقة وأنا أهني القيادة الحكيمة وأهني سموه للعهد وأهنيكم شخصيا على هذه الدبلوماسية الرصينة والتفاعلية التي حققت هذا الاختراق اليوم في المملكة سؤالي سمو الأمير يتأذن لي يعني اليوم المملكة is repositioning itself geostrategically في المنطقة وبنشعر إحنا كمراقبين أنه هناك في تناغم أكثر مع الإدارة الديمقراطية الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني لو لاحظنا سمو الأمير البيانة المشترك في جزئية تتعلق ب عدم التدخل في الشؤون عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية هل نحن مع عليكم أو سمو الأمير وصلنا إلى مرحلة التناغم الكامل مع إدارة بايدنا الديمقراطية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني فيما يتعلق بالتسليح الإيراني البوليستي للميليشيات وان فيما يتعلق بالتدخل الإيراني كيف يصلنا إلى هذا الوقت بأن هناك مرحلة التناغم كامل وفي تنسيخ كبير بيننا وبين الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني سواء كان النووي سواء كان نشاط الإقليمي والمهم أيضا أن هناك تناغم عربي الحقيقة بشكل كبير فيما يتعلق بهذا الجانب وأهمية التعامل مع التهديدات هذه بجدية أعتقد أنت ذكرت موضوع الريبوزيشن والأهم هنا الحقيقة بمنظور أشمل لأنه أصبح واضحا أن المملكة العربية السعودية من أراد أن يكون له أجندة في المنطقة يتعامل مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول الحاضرة من أراد أن يكون له أجندة عالمية لابد أن يتكلم أيضا مع المملكة العربية السعودية والدولة الحاضرة في هذا الاجتماع لأن الترابط الاقتصادي العالمي والأدوار الموجودة سواء كانت المملكة والدول الأخرى الحاضرة تفرض أن هذه المنطقة أصبحت شريك أساسي لكل أحد ولذلك نرى سواء كانت الواتحة الأمريكية لكن أيضا دول كثر تأتي إلى هذه المنطقة لتكون لها حوار ليكون لها شراكات استراتيجية وهذا لم يأتي إلا يعني أعيد لما بدأت به لما وصل له من نضج في منظومة العام العربية بالذات الدول الفاعلة أصبحت تنسق بين بعضها نرى أن هناك تنسيق عالي المستوى بين الدول الفاعلة بالعالم العربي لتوحيد النظرة وتوحيد الأجندة بشكل يجعل لها قوة يجعل لها منعة ويضع لها صوتها وطبعا بالتأكيد اجتماع اليوم في جدة وما سمعناه مسومة العهد كان يؤكد على هذه المضامين وكان يؤكد بشكل واضح يعني نحن نرى أن صوتنا مهم وصوتنا يعادل أي دولة في العالم ولنا مسؤولية أيضا أن نسهم في وضع أجندة عالمية تخدم ليس فقط منطقتنا لكن كافة الدول النامية التي قد لا يكون لها ذلك الصوت المسموع وهذا يعني مسؤولية نستشعرها بشكل كبير وأيضا نبني عليها شكرا لكم ورحمة الله شكرا لكم سمو الوزير شكرا ضيوفنا الكرام شكرا جزيلا شكرا لكم